موسيقى بمشاركة سورية ومثلين عن ثمانين دولة على مستوى رؤساء البرلمانات ونوابهم انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران الخامناء خلال فتاح المؤتمر يقول ان القوى التي اوجدت الكيان الصهيوني تقف وراء الفتن التي استنزفت طاقات شعوب المنطقة موسيقى عباس تؤكد ان احد اهم اسباب استهداف سوريا والحرب الكونية التي تشن عليها وموقفها الثابت بالدفاع عن الشعب الفلسطيني عملياتهم مكثفة لوحابات الجيش ضد بؤر الارهابين واوكارهم في دير الزور وحماء وادلب وحمص ودرع موسيقى حيكم الله لستدي الحدث موسيقى بدأت في العاصمة الايرانية طهران اليوم اعمال المؤتمر الدولي السالدس لدعم الانتفاضة الفلسطينية بمشاركة وفد من سوريا برئاسة الدكتورة هدي عباس رئيسة مجلس الشعب ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين التحديات الدولية والاقليمية امام القضية الفلسطينية اضافة الى تكريس مبدأ الوحدة وانهاء الانقسام بين الامة الاسلامية وحج الطاقات دعم الشعب الفلسطيني يشارك في المؤتمر ممثلون عن ثمانين دولة على مستوى رؤساء البرلمانات ونوابهم ورؤساء اللجان البرلمانية اضافة الى وفود برلمانية وشبابية ومنظمات غير حكومية وقوى المقاومة قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي خامنائي اكد في افتتاح المؤتمر ان القوى التي اوجدت الكيار الصهيوني تقف وراء الفتن التي استنزفت شعوب المنطقة كما ان مؤامرات الاعداء المعقدة نجحت بفرض الحروب على شعوب هذه المنطقة بمشاركة وفد سوريا برئاسة الدكتورة هدي عباس رئيسة مجلس الشعب بدأت في العاصمة الايرانية طهران اعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية يناقش المؤتمر الذي يستمر يومين التحديات الدولية والاقليمية امام القضية الفلسطينية اضافة الى تكريس مبدأ الوحدة وانهاء الانقسام بين الامة الاسلامية وحشد الطاقات لدعم الشعب الفلسطيني قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامناء اكد ان القوى التي اوجدت الكيار الصهيوني تقف وراء الفتن التي استنزفت شعوب المنطقة كما ان مؤامرات الاعداء المعقدة نجحت بفرض الحروب على شعوب هذه المنطقة ان القضية الفلسطينية المليئة بالحزن لشعبها تؤلم اي انسان طائق للحرية والحق والعدالة كما ان تاريخ فلسطين زاخر بالمنعطفات والاحداث في ظل احتلالها الظالم وتشريد الملايين من ابنائها اكد الخامناء ان فلسطين ما زالت تمثل عنوانا ينبغي ان يكون محورا لوحدة كل البلدان الاسلامية ويجب ان لا نهمل ابدا الدعم السياسي للشعب الفلسطيني لاهميته الخاصة في العالم المجتمع الدولي وبلدان المنطقة لم يستطيعوا حتى الان ان يعملوا بمسؤوليتهم تجاه القضية الانسانية الفلسطينية فالشعب الفلسطيني تحملوا بمفرده الاعباء الثقيلة بمواجهة الصهيونية العالمية وحماتها العتات قائد ثورة الايرانية اشار الى ان المقاومة تواجه مؤامرة اخرى في هذه الايام ان المقاومة تواجه مؤامرة اخرى في هذه الايام تتمثل في سعي المتلبسين بثياب الاصدقاء لحرف مسار المقاومة وخاصة عندما تتحول الخلافات الى نزاع تبدأ المشكلة وتسير التيارات بطريقها المشترك من جانبه شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لارجاني في كلمته ان الشعب الفلسطيني يعاني اليوم من ظلم مضاعف لان الكيان الصهيوني يواصل ضغوطه عليه وخلافا لكل القوانين الانسانية يواصل بناء المستوطنات على الاراضي الفلسطينية ومن جهة اخرى يسعى لاشعال حالة من عدم الاستقرار في المنطقة من خلال تقديمه الدعم للتنظيمات الارهابية يشارك في المؤتمر الذي شهدت منصته القاء عدة كلمات تؤكد على دعم القضية الفلسطينية ممثلون عن ثمانين دولة على مستوى رؤساء البرلمانات ونوابهم ورؤساء اللجان البرلمانية اضافة الى وفود برلمانية وشبابية ومنظمات غير حكومية وقوى المقاومة في السياق ذاته اكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتور هدي عباس في كلمتها امام المؤتمر ان احد اهم اسباب استهداف سوريا والحرب الكونية التي تشن عليها هو موقفها الثابت والمبدئي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ان بلادي كانت وما تزال داعما اساسيا لنضال الشعب العربي الفلسطيني ولحقوقه المشروعة واليوم لم يعد خافيا ان احد اهم اسباب استهداف سوريا والحرب الكونية التي تشن علينا هي موقفنا الثابت والمبدئي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وفي دعم جبهة المقاومة حيث تؤكد وقاع الحرب الارهابية التي تواجهها سوريا منذ اكثر من ست سنوات ان الهدف الرئيسي لها كان اضعاف دور سوريا في دعم القضية الفلسطينية وجبهة المقاومة ضد الاحتلال والعدوان وقالت عباس ان الدول الداعمة للارهاب في سوريا والتي سهمت في قتل الشعب السوري وتدمير مؤسساته واقتصاده وبنيته التحتية قدمت خطبة كبيرة للكيان الصهيوني الذي يسعى بكل قدراته لاضعف دور سوريا واجبت المقاومة وفرض مشروعه التوسع في المنطقة وقد شكل الكيان الصهيوني قاعدة خلفية لدعم التنظيمات الارهابية في سوريا لوجستيا وعسكريا واستقبال الارهابيين الجرحى في مشافيه وهذا يؤكد بشكل عملي الارتباط الوثيق بين اسرائيل والمشروع الارهابي التكفيري ضد سوريا والمنطقة ومن هنا نؤكد ان الدول الداعمة للارهاب في سوريا والتي ساهمت في قتل الشعب السوري وتدمير مؤسساته واقتصاده وبنيته التحتية قدمت خدمة كبيرة للكيان الصهيوني الذي يسعى بكل قدراته لاضعاف دور سوريا وجبهة المقاومة وفرض مشروعه التوسعي في المنطقة لمناقشة هذا الملف يسعدنا أن نرحب بضيفينا في استدراء حدث لهذا اليوم الدكتور حسام الدين خلاصي رئيس الأمان العام للفاوة الوطنية في سوريا والأستاذ تحسين الحرابي الباحث في مركز دمشق للدراسات والأبحاث نساء الخير لضيفينا الكريمين أبدأ معك دكتور حسام ملفنا الذي نبدأه بالتكيد بما يحدث في طهران نعم بهذا الوقت نحن بحاجة إلى أن نذكر بالقضية الفلسطينية وهذا ما يفعله الإيرانيون مع باقي حلف المقاومة ماذا تقرؤون بالمؤتمر مساء الخير والسادة المشاهدين والدكتور حسين وحضرتك مساء الله من الطبيعي الآن إعادة تشكيل جبهة مقاومة جديدة ضد الكيان الصهيوني هو أحد أساليب الضغط على هذا الكيان الذي استفحل شره الآن تحديدا في سوريا وفي أراضي الضفة وباقي أماكن التوسع توسع الاستيطان على ما يبدو أن هذه الحرب التي استنزفتنا ست سنوات وقبل أحداث الربيع العربي التي توالت في أقطار عربية عديدة أخرجت من الزاكرة مفهوم القضية القومية المركزية التي ترتكز على العدل واحد للأمتين العربية والإسلامية ولكل اليساريين في العالم حتى نكون دقيقين أكثر وعادت مفاهيم الوطنية يعني بدأت شعارات سوريا أولا لبنان أولا مصر أولا وهكذا هذه مرحلة متقدمة تليها مرحلة أقطار متقسمة وتصبح فلسطين والقضية الفلسطينية طي النسيان وبالتالي يستطيع الكيان الصهيوني أن يؤكد مخططه الذي ذهب إليه اليوم إيران بهذا العمل تعيد فتح المنابر من جديد للدول التي ترى في القضية الفلسطينية حقا للشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي ترى في الكيان الصهيوني عدوا مركزيا للأمتين وبالتالي عادة هذا المنبر في هذا التوقيت يعيد البوصلة تماما إلى العدو الرئيسي أنا كسوري مواطن عربي سوري موجود أعرف أن أصل كل هذا المخطط هو صهيوني فإذا تناسيت في مرحلة مراحل الصراع مع الإرهاب أن المخطط والعقل والداعم والعنصر الرئيس في المشروع والمستفيد الأكبر تناسيت أنه هو الكيان الصهيوني يكون أحقق للإرهاب غايته هذا الجرس يجب دائما يقرأ وأعتقد أنه إيران بهذه العملية تحقق خطوة متقدمة ليست إعلامية فقط إعادة جذب وتوحيد صفوف الفلسطينيين كلمة الإمام الخامنئي كانت واضحة في عملية الصراع الداخلي أنه لا يفيد الفلسطينيين إعادة توحيد صفوف الفلسطينيين يخدم القضية السورية ويخدم القضية الليبية كلما كانت فصائل المقاومة الفلسطينية مع باقي فصائل المقاومة المتحدة هذا يهز الكيان الصهيوني وبالتالي يتراجع عن نوايا التوسعية والتقسيمية أستاذ تحسين مساء الخير مرة أخرى مساء النور قبل أن نبدأ بتفاصيل ما يجب أن نفعله الآن القضية الفلسطينية أبعاد عقد المؤتمر بهذا التوقيت في كثير من الأخبار الآن ترد ولا تخفى على أحدهم يعترفون بها سواء كان الصهينة أم حتى الخليجيون بأن هناك حلف جديد بدأ يظهر إلى الطاولة مكاوم من أمريكا مع إسرائيل والسعودية وبعض الدول الأخرى لمواجهة خط محور المقاومة لا شك أن توقيت المؤتمر بهذا الظرف الآن في شباط مع استلام ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وقمة تل أبيب مع واشنطن بين نتنياهو وترامب في واشنطن وكل ما تبع ذلك من تصريحات لنتنياهو وترامب يشعر الآن الكيان الإسرائيلي أنه في عرس أمام ما حققوا بأول لقاء واجتماع بترامب لم تكن 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 الحل القائم على الدولتين لم يعد موجودا إذن ماذا بقي من أوسلو لا يوجد في الأرض مليون مستوطن قطاع غزة محاصر صر له أكثر من تسع سنوات المستوطنون يتوسعون أكثر فأكثر القدس تجري عملية تهويد أحياءها المدنية تمهيدا لمحو مقدساتها الإسلامية والمسيحية والخطة مستمرة وهذا النظام العربي الرسمي الجامعة العربية لا تنظر إلا بما يمكن أن يلحق الضرر بسوريا وصمود سوريا ووقوف سوريا من جديد على قدمين ثابتتين ذوما من أجل دعم الشعب الفلسطيني قدر سوريا في الحقيقة قدر سوريا يعني يعترف الإسرائيليون يقولون ما هذا الشعب السوري لماذا كل هذا الدعم للقضية الفلسطينية يقول لهم آخر رون بن شاي محلل عسكري بدعوت عرونود أنتم لا تنسوا أنه فلسطين كانت جنوب سوريا اسم بلاد الشام هذه اسم بلاد الشام وهون راح أتوقف تسمحنا بدقائق فقط أذهب إلى طهران باشرة ينضم إلينا من هناك مراسل الإخبارية السورية محمد الشيخ محمد مساء الخير يا مساء النور أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام محمد تضعنا بصورة أبرز ما جاء في المؤتمر أبرز الفعاليات طبعا منذ الساعة التاسعة صباحا افتتح في العاصمة الإيرانية طهران المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية تحت عنوان معا لدعم القضية الفلسطينية لقد تم افتتاحه من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خاميني الذي أشاد بمواقف وبطولات المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها وقد حثر من المؤامرات التي تحاكل المنطقة وشدد على أن هذه المؤامرات التي تحدث في المنطقة في العديد من الدول العربية الهدف الأول هو إبعاد النظر عن الأولوية الأساسية وهي أولوية القضية الفلسطينية والتي تهدف أيضا إلى هذه المؤامرات إلى تفكيك الأمة الإسلامية وتحويلها إلى دول متناحرة وشتد على أنه يجب على الجميع في الدول الإسلامية والدول العربية التوحد من أجل دعم القضية الفلسطينية لتصبح القضية الأساسية والابتعاد عن جميع المؤامرات أو الحضر من المؤامرات التي تحاك بقيادة أمريكية وقيادة الكيام الصهيوني كما يحدث حاليا في سوريا ويحدث في عدة مناطق عربية المؤتمر حضره تقريبا أكثر من ثمانين دولة وفود برلمانية وشبابية ومنظمات غير حكومية من أكثر من ثمانين دولة في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي لقد كانت هناك مشاركة مميزة أيضا للوقت السوري التي كان برئيس برئاسة رئيسة مجلة الشعب السوري هدية خلف عباس التي كان لها كلمة أيضا خلال هذا المؤتمر وشددت على أن الشعب في سوريا قيادة وشعب يصرون على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله لأن ما يخطف الله في سوريا هو عبارة عن حس النظر عن الأولوية الأساسية وهي القضية الفلسطينية وشددت أيضا على أن سوريا ستستمر في دعمها للمقاومة الإسلامية وبالتحديد المقاومة في فلسطين طيب محمد هل هناك وفود جاءة من فلسطين المحتلة نعم هناك تقريبا من جميع الفصائل المقاومة الفلسطينية سواء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وعدد ديارات أخرى أشكرك على وجهلك معنا بالتأكيد نحن بانتظار رسالة التي ترب من طهران مراسلنا في طهران محمد الشيخ شكرا جزيلا لك تستمع إلى مراسلناك وفود جاءت من فلسطين المحتلة بالإضافة إلى وفود الفلسطين المتواجدة في الدول العربية المجاورة كنت تتحدث عن ماذا يرد الإسرائيلي عن سوريا وموقعها في جنوب بلاد الشام نعم فهذا الإسرائيلي يدرك أنه لا يمكن أن يحقق استقراره بعد اتفاقية كام ديفيد في التسعة وسبعين والتي ما تزال مستمرة حتى الآن يعني رح يصر لأديش أربعين سنة اتفاقية كام ديفيد يعني هذه شغلة الإسرائيلي ينظر لها ويقول لم يبقى سوى سوريا يعني من الجوار العربي المملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية سلام مصر اتفاقية كام ديفيد السلطة الفلسطينية اتفاقية سلام بالتالي بقية سوريا بقيت المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله التي حرر جنوب لبنان بفضل الدعم السوري المباشر وبكافة الأشكال والدماء السورية أيضا حتى مثل ما تقدم الآن يعني كل قوات حزب الله الدعم لسوريا ضد الحرب التكفيرية فأنا بتقديري يعني الذي يجري الآن هو أنه إذا حطمت إسرائيل قدرات سوريا فستقول إسرائيل أنا أستطيع أن أبني المشروع الصهيوني من الفرات إلى النيل دون أدنى شك والدليل على ذلك هي الخطة الإسرائيلية لا لتفتيت سوريا فحسب لا يظن العرب أنه فقط تفتيت سوريا بل تفتيت سوريا وتفتيت لبنان الصغيرة المجزأة بحكم يتناوب عليه أو تتقاسمه الطوائف أنا بتقديري حتى لبنان معرض للتقسيم وهذا ما يدركه حتى اللبنانيون الوطنيون في قلب لبنان الأردن أيضا قابل لأن يصبح وطنا بديلا للسلطة الفلسطينية وطن بديل للفلسطينيين لن يستثنى أي بلد عربي في هذه الحالة لن يستثنى فبالتالي هنا تكمن المأساة دول النظام الرسمي العربي في شبه الجزيرة العربية يظنون أنفسهم أنهم هم أيضا بمنأة وبمعزن عن الخطر الصهيوني لا الصهيونية وضعت مقاييس مذهلة للتعويض من كل الدول التي دعمت منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1965 هذه مسألة واضحة بالكنيسة الإسرائيلية تأخذ قرار معاقبة كل من قدم مالا للمنظمات الفلسطينية والمطالبة بالتعويض أيضا طيب كانت كل الجامعة العربية دول العربية بالستينات والسبعينات تقدم الدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية إذن هذا كله قابل أن تعاقب عليه إسرائيل ليس السعودية فحسب بل كل الدول العربية طيب دلالات التوقيت دكتور حسام الكل يتفق بأن الإرهاب اليوم الذي يمارس في سوريا في العراق في لبنان في اليمن في عادة كبيرة من الدول هو أحد الأذرع التي يستخدمها المحتل الإسرائيلي في المنطقة اليوم نحن نرد على الإرهاب بضربه نرد على المشروع الصهيوني مؤتمر يعقد بوسط كل هذه التفاصيل لا خلينا هو شكل من أشكال التجمع دائما في قوة عم تجعلنا نتفرق أكتر في قوة عم تجعل القضية الفلسطينية ثانيا وثالثا ويمكن تكون خامسا في قوة عم تبزل جهد لحتى يكون العدو الرئيسي هو مش الكيان الصهيوني مش هو الكيان الصهيوني يعني من غيبوه عن الأنظار وفي بنفس الوقت قوة عم تبزل جهد أكبر بكتير لحتى ترجع تلم الشام المرة تانية وتحدد تقول عدوك هو الكيان الصهيوني سواء كنت في سوريا ولا كنت في تونس هذا العمل نحن أمام حرب طويلة قاسية شريسة جدا في المنطقة والعدو الصهيوني بركائزه أردغان نظام آل سعود غير متراجع عن هذا المشروع أبدا وماضي في تطبيق خطة تقسيم المنطقة بدءا من سوريا انطلاقا إلى تركيا انطلاقا إلى العراق وهكذا هذا لا يعطينا مؤشرات على أنه انتهى المطاف بالعكس هذا المسار الطويلة بيفرض علينا حرب طويلة بيفرض علينا استعداد أكبر وبيفرض علينا انتصار كما هم مصممون على هزيمتنا نكون واقعيين مصممين على هزيمتهم والانتصار وتحرير الأرض مع واقعية شديدة لإدراك خطورة ما يجري الآن شمالا وجنوبا في سوريا لذلك إيران لما ترجع بهيك نوع من المؤتمر وتطلق بعض الجمل المهمة عن طريق المتحدثين وعلى رأسهم الإمام الخامنئي هذه رسالة تحذير الكيان الصهيوني لأنه منطقة رايحة لمعركة وجود ما هي رايحة لعملية عباسية يعني نقطع قطعة هون ونكتفي لا مرحلة وجود نصف الكيان أو نصف الدولة برمتها تفتيت العروبة بكاملة تشويه الإسلام بكامله ومن ثم تبرز القوى الصهيونية وأنا هون هذا دائما بقوله وقلته عشاء شاتكم أردغان مش تركي والملك السعودي مش السعودي هدول صهاينة حقيقيين صهاينة الانتماء والدوافع هم لا يسعون لا لمصلح تركيا ولا يعني ما عندهم مشكلة أبدا إذا بتتقسم السعودية إذا بتروح الكعبة كلها أهل سعود ما عندهم مشكلة بس دا تكون خدمة لإسرائيل يعني لازم نضرب الكعبة خدمة لإسرائيل لازم نقسم تركيا خدمة لإسرائيل بهالنظرية هاي هنن حاليا يعني كم الرئيس كم الرئيس فتت دولته أيام الاتحاد السوفيتي من يالثين لقربة شوف فتت الاتحاد السوفيتي خدمة للإمبراطورية الأمريكية بأساليب ناعمة وأساليب زكية وكل ياتنا بنعرفها اليوم هدول الناس أو هؤلاء الرؤساء والملوك هم يشتغلون بجد يعني يشتغلون بمزح ولا يشتغلون بتراجع يعني مش بالضرورة ما نكون واقعيين لحتى ندعم أم لا ما نكون واقعيين في خطورة كبيرة في قوة في التقدم لهذا المشروع وبنفس الوقت تعد المخططات لصد تعد مخططات حقيقية مخططات قتال قتال وصدام نعم لكن هذا التوقيت يعني تحديد التوقيت متى نصطدم بالتركي ومتى نصطدم بالأردني الكتلتين الوازنتين الروس والإيرانيين عم بيحاولوا خلال الوقت خلال الوقت تجميع القوى نعم دراسة أرض المعركة صحيح ودراسة لو أن تود فيما لو اندلعت الحرب ومحاولة تفاديها هي أفضل طبعا بالنسبة لألون ولألنا حتى أفضل عن طريق السلام عن طريق التفاهم عن طريق قلب موازين القوى في تركيا وهذا شأن استخباراتي ممكن يحصل أيضا عن طريق التفاهم العميق مع الولايات المتحدة الأمريكية نعم هذا كل ياته لازم نكون نحن يعني كشعب سوري على الأقل الشعب العربي السوري واعين له واعين له تماما ومستعدين للمرحلة اللي جاية هي مرحلة انتصار لكن فيها صعوبة نعم مش سهلة مش سهلة على الإطلاق طيب الإسرائيلي يحضر أوراق الآن لمواجهة جديدة بعد كلام السيد حسن تغيرت كثير من التفاصيل طر وزير الحرب الإسرائيلية يخرج ويقول بأنه لا يريد المواجهة مع أي أحد في هذا الوقت من خلال الجفة التي اليوم موجودة في محور المقاومة من طهران إلى بغداد إلى دمشق مرورا إلى بيروت ماذا يمكن أن نقدم الآن في مواجهة المشروع الإسرائيلي في المنطقة والدعم العربي يزداد له للأسف رغم ذلك أنا بتقديري رغم ذلك أبدأ من حيث انتهى هناك فعلا صد قوي جدا لهذا المشروع الذي يريد أن يحقق أهدافه في سوريا في العراق في لبنان في الأردن في هذه المنطقة في مصر أيضا من خلال سيناء والوجود الإرهابي للمجموعات المسلحة في سيناء إليك آخر تصريح يقوله ليبرمن وزير الدفاع يقول إن داعش لا تشكل أي خطر على إسرائيل في سيناء صريعتم ما الذي يضمن ما الذي يضمن إذن لبرمن لأنه في الحقيقة يعرف أن إسرائيل تقوم بتقديم الدعم بأشكال شتى لكل تلك المجموعات الإرهابية بشكل سري وشبه حلني وبمختلف الأنواع لماذا؟ لأنه لا يشعر بأي خطر منها على إسرائيل يجب أن تدمر هذه الكتلة العربية السورية للمقاومة مع لبنان مع العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو هذا هدف الأساسي ويعرف في النهاية حتى لو أصبحوا أولئك في أي منطقة هم الأقوى فهم لن يهاجم إسرائيل مطلقا لأنهم من صنيع الكيان الصهيوني والكنترول السيطرة عليهم قابلة دوما أن تكون بالأمس ما الذي فعلته طائرة إسرائيلية؟ ضربت بداخل الأراضي المصرية مجموعة تقول أنها أطلقت عدة صواريخ على منطقة خالية في منطقة فلسطين المحتلة من عام 48 قرب سيناء يعني بالتالي أنا بتقديري الصد يأتي الآن ونحن لا يجب أن نبالغ حين نقول أنا لا أبالغ حين أقول في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل ازدياد في قدراتها يشكل ازدياد لقدرات المحور كل انتصار يحقق جيء ضد المجموعات الإرهابية والتكفيرية في العراق يشكل انتصار للجيش العربي السوري في حربه ضد المجموعات الإرهابية ثلاثة ومهم جدا تعليقا على مسألة أردوغان أردوغان يدرك جيدا أنه لا العراقي ولا السوري سيسمح بوجود جندي تركي على الأراضي ذات السيادة السورية أو العراقية هذا ما حدث يوم احتج العراق حكومة وشعبا ضد وجود مجموعات تدخل أو يقول أردوغان أنهم يريدون أن يدربوا الجيش على محاربة داعش رفض ذلك وكادت العلاقات أن تقطع بين بغداد وبين أنقرة ونفس الأمر إذن هناك في الواقع تحالف يحمل أهدف ومصالح مشتركة مصالح مشتركة استراتيجية تربط العراق بسوريا بجمهورية الإسلامية الإيرانية بحزب الله وهذه المصلحة الاستراتيجية هي عدم أعطاء أي فرصة لهدف تفتيت المنطقة لمصلحة تل أبيب أو أنقرة أو الرياض وهدف واحد لهدين واحد هدف واحد ومصلح مشتركة يعني يقضى على الشعب العراقي إذا انتصر الإرهاب التكثيري في العراق ويقضى على الشعب السوري إذا انتصر الإرهاب التكثيري في سوريا ولذلك بعد ست سنوات نحن الذين ننتصر الآن على كل أشكال الإرهاب التي اجتاحت سوريا والعراق والولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أحد المحللين السياسيين هذا مستشار الأمن القومي الجديد ماك ماستر هذا اللي يعين حديثا اليوم هذا معه دكتوراه معه دكتوراه بالفكر السياسي والتاريخ هذا يقول أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى درجة الحرب مع روسيا لأنه ستخسر الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا حتى لو انتصرت في هذه الحرب بالتالي هناك نوع من توازن توازن حقيقي ما بين معسكرين مضبوط روسيا يعترف بوتين يقول يقول ذلك بوتين نحن لسنا قوة كبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية لكن يضيف بوتين يقول لكن لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحل أي مشكلة دون مشاركة روسيا والصين ودول أخرى لا تستطيع لوحدها أن تستفرد بهذا العالم هذه نقطة لمصلحة سوريا لمصلحة العراق لمصلحة قوة ومحور المقاومة في صد الإرهاب التكفيري والإرهاب الصهيوني في الوقت نفسه سمح أن تبقوا مع نظيفنا الكرام وسط هذه الأجواء مشارك كرامي واصل النظام الوهابي دعم الإرهاب والتحالف مع أعداء القضية الفلسطينية متهما إيران التي تنظم مؤتمرا دوليا لدعم الانتفاضة الفلسطينية بدعم الإرهاب وشر البلية ما يضحك لا تستوحش طريق الحق لقلة سليكه يبدو أن مكانة إيران الاستراتيجية ومواقفها المقاومة ووقوفها إلى جانب فلسطين وسوريا ولبنان وقضايا الأمة الإسلامية تزعج من يشعل فتل الفتنة والاقتتال الطائفية ومن باع حقوق أمم وشعوب في وطننا العربية من السعودية إلى قطر وكل اللاعبين الإقليميين والدوليين السعودية مثلا التي تواصل دعم الإرهاب التكفيري من الطبيعي أن ترفض دعوات الحوار حول قضايا المنطقة مع إيران وغيرها ليس هذا وحسب بل إن وزير خارجيتها عدل الجبير وبإعازة من الكيان الصهيونية شن بالتوافق مع وزير الإرهاب الإسرائيلي أفيكدور لابرمان هجوما عنيفا على طهران الهجوم السعودي الدائم على إيران يكشف حجم المأزق الذي يعيشه النظام الوهابي ومشاريعه الفاشلة التي تقوم على وجود اتفاقات سرية مع المحور الأمريكي الصهيوني وتكشف وجود تناقض صارخ بين أقوال السعوديين وأفعالهم على الأرض وهي مشاريع حولت الجبير إلى وزير للحرب في بلاده وليس وزيرا للخارجية كما وصفه أمير عبداللهيان تكشف مصادر إيرانية أن تكرار الاتهامات الخاوية والمثيرة للسخرية حول مصادر الإرهاب وحماد داعش من قبل وزير خارجية النظام السعودي لن يمكنه إطلاقا أن يؤدي إلى نسيان الأواصر العقائدية والتعليمية والمالية والاستخباراتية بين النظام السعودي والإرهابيين التكفريين المكشوفة للعالم كله جرائمهم ضد الشعوب البريئة في المنطقة والعالم إن الواقع أوضحه من أن يشويهه الجبير وصديقه لبرمن ففي حين يواصل النظام الوهابي دعم الإرهاب والتحالف مع عداء القضية الفلسطينية تنظم طهران مؤتمرا دوليا لدعم الانتفاضة الفلسطينية مسخرة كل إمكانياتها السياسية والمادية لدعم هذه القضية العادلة يعرفون الإرهاب حسب ما يشاءون ويستخدمون المصطلحات إذا بنظرهم كل مقاوم حمل السلاح للدفاع عن أرض إرهابي فبالتأكيد إيران تدعم هذا الشيء حقيقة هي واضحة يعني هذا المخنس الجبير نعم يعني هو وماضي كل آل شعود ما سببوا إلا مصائب للفلسطينيين بالدرجة الأولى ومن ثم لشعوب المنطقة عبر الرزم الوهابية اللي صدروها لكل أنحاء العالم مش بس للسورية يعني شوهوا كل تاريخ الإسلام ورعوه ووزعوه اليوم التصريحين هنه من مركز واحد يعني الجبير وليبرمان هنه بيشتغلوا بنفس الدولة يعني يفصلها فقط يمكن مسافات لكن هي نفس الدولة هدول كيان السعودي يعني مش نظام سعودي كلمة نظام يمكن كتير عليهم حتى كلمة نظام بيدل أنه في يعني في نظام هذا مش نظام هذا كيان سعودي محتل أرض عربية بحكم القوة البريطانية اللي عم بتدير المسألة بكاملة وزارعهم بهذه المنطقة مثل ما زرع الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني لتفتيت العروبة الكيان السعودي لتفتيت الإسلام اليوم التقوا القوتين المجموعتين مع بعضهم ونرى الآن الحصاد نتيجة لقاء وتضافر جهود هذين الكيانين اللي هن منبعهم واحد فمن الطبيعي يقولوا على إيران أنه دولة داعمة للإرهاب من الطبيعي يقولوا على سوريا أنه دولة داعمة للإرهاب لأنه بالنسبة لألنا الإرهاب موجود عند الكيان الصهيوني والكيان السعودي إجباري نعم فهو بدي يهاجمك بدي يتهمك بأنه أنت إرهابي وانت عم تتمول حركات الإرهابية بيصير حزب الله إرهابي وبصير حركات مقاومة الفلسطينية بتعدادها حركات إرهابية أما داعش والنصرة وفتح الشام وباقي هالتنظيمات هاي بتصير معارضة معتدلة المسلحة زمن أسود نعم الحقيقة ما بينصف هذا الزمن الأسود إصارات عسكرية وخلي كل السوريين يعرفوا ما في حل سياسي لا يوجد حل سياسي الحل الوحيد الناجح لدينا هو الاستمرار في الحل العسكري ولو طال مهما طال لأن هذا وجودنا ما في حل سياسي مع عصابات عم تهدد وبدأت تقسم اليوم اليوم عم بيحكوا عن دولة إدلب اليوم بالصحف التركية عم بيصرحوا إنه إذا طال زمن المفاوضات نحن ممكن نعمل دولة إدلب هذا المنطق أنت فيك بتتحاور مع أي سياسي نحن نعم نحارب صهايني على أرضنا وهي حرب وجود وما ممكن أبدا على الإطلاق إلا ننتصر عسكريا وقد نصطدم بأردغان لكن برجع بقول التوقيت هو مسألة دولية وهذا الصراع هو صراع دولي وصدقني الروس والإيرانيين والصينيين الكل يعد العدة من أجل انتصارات عسكرية لكن اللي حققها هو الجيش السوري والشعب السوري يعني حتى نكون واقعيين ما رح يجي جيش من خارج الحدود يحارب عننا نحن اللي من نحقق هذا الانتصار نحن اللي من نطرد التركي وفي كلمة للسيد الرئيس بأحد لقاءاته الصحفية من شهرين تقريبا سنطرد الإرهاب خارج الحدود السورية إلى الأراضي التركية واضح الكلام واضح الكلام لا يوجد فيه لا فيه نقاش فيه هذا القائد العام للجيش قوات مسلحة أنا كشوري أرى الحل العسكري فقط طبع بده صبر بقى هذا بده صمود وبدنا نتحمل وإلا كل ياتنا ممكن نزول بلحظة إذا هذه العصابات الإرهابية حققت ما تريد وشغلة بالإذن من الأستاذ تحسين أردوغان مش مشكلته في الباب وإدلب هالمناطق بده تسوي له عبق بكرة في المستقبل لا فيه سروات فيه شعب من اللي منعرفهم كيف تلكيبة عقلهم ومجميع الإرهاب الضخمة وبدو يصرف عليهم السعودية جاهزة اللعبة كلها تتجه باتجاه الرقة تدمر هناك الغاز هناك النفط وهون مخطط الشركات الصهيونية العملاقة اللي حاب هو أساس الحرب على السورية بالضبط سوف تصل إلى الرب بس هاي المشاغلة ما راح يحلم فيها هاي المشاغلة عسكرية نحن حريصين على أنه كل اليوم أربعين قرية سورية دعوة لأهليها لا يرجعوا وهذا ما راح أفصل فيه إن شاء الله بملفنا الثاني إن شاء الله خليني عود شوي إلى داخل فلسطين قال مرسلنا من فلسطين المحتلة هناك وفود وصلت إضافة إلى الفصائل الفلسطين المتواجدة خارج الأراضي المحتلة من المزعج أن يجتمع 80 برلمان ومثل 80 برلمان في طهران من أجل مناقشة القضية الفلسطينية بوفود متعددة ما حان الوقت أن الفلسطينيين بقى يكون في لديهم فصيل واحد ممثل حزبي واحد ممثل سياسي واحد بهذا الشكل أم أنها أيضا من الأحلام أصبحت والله هي لا يجب أن تكون من الأحلام هي هذه تعد نشازا يعني خلافا للضرورات لأن القضية الفلسطينية حين ندعو إلى وحدة الموقف العربي اتجاه فلسطين وحدة موقف الدول العربية يجب أن يكون لدينا نحن موقف واحد حين ندعو الدول العربية هذا ما لم يتحقق لماذا؟ في الحقيقة بقيت الثورة الفلسطينية بحالة تقترب من الوحدة الوطنية بالأهداف وبالممارسات نسبيا وليس بالشكل الذي يمكن أن يرضي طبيعة استحقاق القضية وطبيعة مستقبل هذه القضية لكن كان شيء مرضي في عهد الرئيس الراحل عرفات إلى أن وصلنا إلى مرحلة أوسلو إلى أن وصلنا إلى مرحلة كانت فيها المنظمات الإسلامية الفلسطينية ضمن الحركة الوطنية وليس ضمن الحركة الإسلامية العالمية ما الذي حدث؟ الذي حدث أن حماس خرجت بعد أن وجدت أن مرسي أول مسؤول بحزب الإخوان يصبح رئيسا لأكبر دولة عربية وجدت أن تونس الغنوشي أصبح لديه أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب في أول انتخابات تونسية فقالت الآن أنا إسلامي بالضبط أنا إسلامي يمكن وضع الوطني جانبا والذهاب إلى ما الذي سيحقق مرسي لكم إذا كان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبالضفة الغربية وبالشتات لن يكون وقود هذه الثورة وطليعة هذه الثورة أنتم تذهبون لتصبحوا أجزاء في طليعة الإخوان المسلمين التي تعمل من أجل السيطرة على الحكم والسلطة في مصر أو تونس أو سوريا أو أي بلد عربي آخر لمصلحة من؟ من الذي أنشأ حركة الإخوان المسلمين؟ بريطانيا من الذي ورث حركة الإخوان المسلمين؟ الولايات المتحدة الأمريكية إذن هنا هذه الانقسامات توجد في النهاي كما أنهت الآن سلسلتها إلى انفصال إلى انقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية بين حكم في القطاع غزة وحكم مرهون بالسلطة الفلسطينية لقوات الاحتلال لا يستطيع أن يفعل شيئا في الضفة الغربية اسمه السلطة الفلسطينية طب المشكلة حتى بطريقة اليوم حينما نقول بأن ترامب يريد أن ينقل للسفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة حتى بطريقة رد الفعل لا يوجد توافق الآن وأجماع على كفية التعامل مع هذه المسألة في داخل فلسطين وخارجها يا سيدي لن نخشى من ترامب أن يحاول ذلك يكفي يكفي سمعت اليوم دعوة الأستاذ نبيه بري رئيس حركة أمل نعم رئيس مجلس النواب اللبناني في مؤتمر طهران والله أشار إلى نقطة جوهرية قال يجب الاستعداد منذ الآن لقطع العلاقات مع أمريكا إذا رفع علم سفارة إسرائيلية في القدس المحتلة يمكن أن يزيد يمكن أن يزيد إذن فيه يقضى فيه وعي لدينا إحنا هون لكن المشكلة وين تكمل مين إحنا إحنا أها مين إحنا إحنا تمام سؤالك في محله إحنا القاد العرب الذين ما زالوا يسيرون على وحدة الموقف الوطني والقومي ضد الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني يتمنى أن تكون كل الحركات الموجودة في العالم العربي حركات إسلامية يسأل زمينا المخرج نقول أن نعدهم القادة العرب في هذا الموقف يمكن نعدهم نعم نعم عندك الجزائر نعم عندك طبعا سوريا العراق لحد لبنان لبنان بلا أدنى شك لبنان كلها يعني بلا أدنى شك هذه مسألة مهمة لأنه مصحة استراتيجية للبنان أيضا أن لا يوطن اللاجئين على أرض لبنان نعم لبنان شو بدون حسب تحمل اللاجئين سوريين وفلسطينيين ما تحمل اللاجئين الفلسطينيين من 48 بالتالي لدينا تونس تونس الجديدة تعمل شيء آخر لدينا مصر مصر جيش مصر وشعب مصر اللي لا يمكن أن يقبل مهما كانت ظروفه السيئة التي تصنعها إسرائيل وتوجهها ضده في سيناء من خلال دعمها لداعش والمجموعات الإرهابية هناك لكي يضربوا الجيش المصري مصر لا يمكن أن تبقى على هذا النحو يراد لمصر أن ترهنها السعودية بأيديها لكن في الحقيقة شعب مصر عظيم ألم تسمع شعب مصر أبل الفترة واحد عضو برلمان مصري ذهب دعا السفير الإسرائيلي إلى منزله توفيق أوكاشا توفيق أوكاشا فقام الجمهور المصري وفرض على البرلمان أنه يطرده وطردوا من البرلمان بعد أربعين سنة من انتفاقية كام ديفيد أنا بتقديري نعم بتقديري هذه الدول حين تستقر لماذا لا يريدون لسوريا أن تستقر لكي تبقى منشغلة بهذا الأمر لكن مالش ربما الشعب بعفويته يتعلم بوقت بطيء أكثر من القهد الشعب بعفويته في جمهور العربي إن كان في أرض الحجاز ولا في أرض الخليج ولا في أي أرض أخرى لا يمكن أن يقبل أن تكون القدس عاصمة إسرائيل ومهودة لا يمكن يعني أنا بدي في تعليق لألي فضلا أنا بس لذا تسمح لي في خطورة إذا نقل تل أبيب إلى القدس إعادة أسلمة فلسطين مرة ثانية يعني الصهايني ما بيلعبوها بهذه الطريقة شوف رقيافة عندي أنا كمواطن عالمي أحب الحق أكره الصهايني شوف رقيافة عندي ما ليافة عندي يمكن تكون أغلى من القدس الشيطاني اللي بعملوها اليهود في أسلمت القضية الفلسطينية وإعادةها للقدس لهم مصلحة في أن تنطفد قوى داعش ومن يشابه داعش ومن لحقها من هذا الفكر الوهابي في مناطق هم يختارونها ليأتي الأمريكي ويأتي الفرنسي ليحارب الإرهاب شو المشكلة في أنه أنا مش موافق يعني ما عندي يعني ما هذا كلامي بيدل على الموافقة أنا بس عم بقول شو الفرق عندي أنا كفلسطيني سوري بين يافة والقدس سوى الشعار الديني وقبة الصخرة بس أنا هيك بدي أسأل ما هي فلسطين كلها عم بتروح وراحي تضف كلها كل شبر بتضفه هو القدس شو غنى القدس بالنسبة لإلي أنا كعربي مقاوم عربي مقاوم غناها عن يافة وحيفة وباقي أدرح جوبك عليه طبعا بلا جدل طبعا إسرائيل تسعى بجاهدة لشيطنة القضية وإعادتها لقبضة الإسلاميين اليساريين الفلسطينيين وين دورهم اليوم بالقضية هاي وين دورهم اليساريين الفلسطينيين ليش دائما الإسلاميين الفلسطينيين جهاد وحماس هن اللي بدي يسيطروا على موضوع التحرير ليه فلسطين كان يستشهدوا فيها شعيين كان يستشهدوا فيها بعسيين كان يستشهدوا فيها عرب من كل الدول العربية أما لما بدك تحصرها إسلامية يأكيد كل بقرة بدها تطلع لحتى تقول أنه القدس ويعني حركات هاي الإسلامية اللي بيشعلوها هن بإرادتهم ما هن نشرينهم في باكستان ونشرينهم في ماليزيا هون تجي أمريكا بتقول بدي حارب إرهاب أو بتسمح للأنظمة اللي بتتعامل معها أن تقمع الإرهاب في بلادها وتوطط حكمة مرة تانية هاي الخطورة في عملية النقل لا شك أنه يعني الحركات الإسلامية هي كانت كما قلت بالسابق كانت يعني تنشئها الحكومات البريطانية في المنطقة من قبل تحرر العالم العربي أول بلد عربي استقل وهو سوريا بال46 كدولة وطنية علمانية ولبنان معه عيد استقلال واحد سوريا ولبنان ما كان فيه بـ 48 سوى هاتين الدولتين مستقلتين كانت مصر تحت حكم البريطانيين وشمال أفريقيا المغرب العربي كله تحت حكم مين تحت حكم فرنسا وبقية شبه الجزيرة العربية تحت الحكم البريطاني بالتالي فيهون مسألة أساسية أنا أقول القدس لماذا لأنه يمكن المسلم ما بعرف مدن فلسطين أي مسلم احنا بدنا نعقشه بعفويته للعربي للعربي المسلم والعربي المسيحي أيضا هو عنده القدس لأنه بقراها وبعرف سبحان من أسرى وبعرف كل شيء إذن إذا كان هذا هو الإسلام اللي بقول لك سبحان من أسرى عم تيجي الكيان الصهيوني بده يزيل أمن الوجود هذا قد يلامس دوافعه سمح لي لا لا سمح لي اللي ماتوا في غزة وما حركوا مشاعر المسلمين في العالم بس أكمل لك سمح لي أنا عم بقول لك بمعنى هذا لأنه من الذي يحكم باسم الإسلام إذا سمحت لي وهذه النقطة استراتيجية السعودية ودول الخليج ودول كثيرة تعكم باسم الإسلام وإيران لا الجمهورية الإسلامية الإيرانية اسم الجمهورية معلش هذه إيران جمهورية إسلامية إيرانية هي آلة يوم القدس العالمي بالضب إذن هذا هو الإسلام الحقيقي بالضب بمعنى هدول يحكموا باسم الإسلام فالمواطن اللي معهم بتحرك من أجل فلسطين يجب أن تحركوا القدس أمام حاكمه الذي يسكت على هدم المسجد الأقصى وهو بإقراب القرآن وحاكمه بقوله أنا أحكمك ولي أمرك المسلم وهو النظام الإسلامي تبعي هنا تكمن المسألة أستاذي وإلا نسبيا كل شيء له مكانته لكن اتجاه اتجاه وعي عفوية الجمهور القدس تحتل شيء خاص هي كنيسة قيامة وهي مسجد أقصى يعني بالنهاي يافا عزيزي ويافا عربي بلاد الشام عم بقولك إذا الشعب السوري بيقول الإسرائيلي يا أخي هدول بدون يضلوا دعمين المقاومة لأنه فلسطين جزء من جنوب سوريا مثل ما حلب شمال سوريا نعم مثل ما فلسطين جنوب سوريا اللي بتخلى عن حلب بتخلى فبالتالي القصة سيدي الكريم أنا بتقديري أنه هذا المخطط لا يمكن أن ينجح لماذا؟ من سوريا ولا أبالغ أيضا والله لا أجامل حين أقول أن ما مر على سوريا بالست سنوات قادر أن يجعلها أقوى مما سبق خصوصا أن التحالف والدم المشترك الذي قدمت سوريا من لبنانيين من حزب الله ومن إيرانيين من إيران على الأرض السورية ومن فريين أيضا بجيش التحرير وبمنظمات فلسطينية وعراقيين وعراقيين تماما أنا بتقديري له قيمة وله فعل وتفاعل سيجعل محور المقاومة إن شاء الله بدوما أقوى مما سبق خيارات الأمام عن المحتل الإسرائيلي كان يهدد باستهداف إيران كان يهدد باستهداف حزب الله في جنوب لبنان وكان الحديث واضح بأن هناك جولة جديدة من الحرب سوف تشن في الجبهة الشمالية من أراضينا المحتلة الآن أنا أتصور أنه قادر على البدء في حرب ما اللي حاصل هو بيعتبره ناتج حرب بدون جهود نعم هو المخطط اللي بيزهنه أو بتفكيره اللي عم يوضح استعمال الأردن رأس حربي متقدمة لاقتطاع جزء من سوريا بحجة المنطقة الآمنة هاي تأتي في مرحلة لاحقا فيما نولجح أردوغان في تجهيز المنطقة الآمنة اللي عم بيقوم بتجهيزها هذا رأس حربي متقدم بالنسبة للصهيون لكن المفاجآت تحصل في الصراعات الكبيرة قد يتعرض الكيان الصهيوني إلى حرب مباشرة من قوى المقاومة وهذا مش مستبعد وشوي شوي ممكن دينا نسمع تصريحات وراح نسمع يمكن إذا تستمر الحال بما هو على هذا الطغيان يعني هذا الطغيان واضح تماما أنه المحور اللي تنتمي معه سوريا إلى دفع هذا الإرهاب يطرح شيء من السياسي على الطاولة لكن الأوضح هو أنه العدو اللي مخطط للمنطقة ناوي يكمل في مشروعه فلحظات مثل هاي لحظات وجودية بيقدر بيقدر قرار حرب باتجاه الكيان الصهيوني ولو على مستوى الجليل ولو على مستوى جنيوب لبنان ولو على مستوى الجولان يغير موازين القوى وتنكفئ الأطراف انقلاب ناجح في تركيا يغير موازين القوى ناوي هذا كل ياته خطط حرب نحن بالنسبة لنا كمواطني مستمرين صمودا ودعما للجيش ومباركة الانتصارات الجيش تقديرات العليا دول المحور يوم بيوم عم بتتابع تطورات المعركة وواسقين كل الثقة بأن القرارات الصحيحة تتخذ تبقوا معنا ضيوفنا الكرام نذهب إلى فاصل قصر حتى نكمل إلى الملف الأخير في استوديو الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في مدينة دير الزور في حين أحبطت هجوما لإرهابي تنظيم جبهة النصر بسيارة مفقخة على نقطة عسكرية بحي المنشية في درع البلد عمليات الجيش النوعية أيضا في ريف حمص الشرقي أدت القضاء على عدد من إرهابي داعش وحدات من الجيش دمرت مستودعي سيارات مفقخة وأسلحة لتنظيم جبهة النصر ويقضي على عدد من إرهابي في ريفي حماء وإدلب وبموازات عمليات الجيش العربي السوري الناجحة في ريف حمص الشرقي تواصل قوات النظام التركي انتهاكاتها بحق الأرض والمواطنين السوريين حيث ارتكبت مجزرة جديدة راح ضحية العديب من الأطفال والنساء في مدينة الباب خلال عدوانها المتواصل على الأراضي السورية وكل ذلك تحت ذريعة محاربتها تنظيم داعش وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي نفذت ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصر في ريفي حماء وإدلب مصدر عسكري أكد أن الطيران الحربي دمر مستودعين يحويان سيارات مفخخة معدة للتفجير وأسلحة في مزرعة التلاوي في ناحية خان شيخون الواقع جنوب مدينة إدلب وإلى الجنوب من بلدة خان شيخون نفذ طيران الحربي غارة على تجمع للإرهابيين أسفرت عن إعطاب سيارة بيك أب وإصابة خمسة منهم عمليات مكثفة نفذتها وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة على محاول تحرك إرهابي تنظيم داعش في معبر الحويقة القريب من نادي المهندسين على الضفة الشمالية للجسر المعلق في مدينة دير الزر عمليات عسكرية أسفرت عن تدمير ثماني آليات مزودة برشاشات ثقيلة ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين في ريف حمص الشرقي وحدة من الجيش نفذت سلسلة رمايات نارية على مقرات ومواقع انتشار تنظيم داعش الإرهابي في تلة عايد الحسون بريف حمص الشرقي ما أسفر عن مقتل عدد منهم هذا وكانت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والصديقة العاملة في ريف حمص الشرقي سيطرت على مساحات جديدة في منطقة البيارات بريف تدمر الغربي وذلك بعد عمليات مكثفة نفذتها شرق قرية طرفة الغربية قضت خلالها على تجمعات إرهابي داعش لمسافة تزيد على ثلاثة كيلومترات ارتكبت قوات النظام التركي مجزرة جديدة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء في مدينة الباب بريف حلب خلال عدوانها المتواصل على الأراضي السورية بذريعة محاربتها تنظيم داعش الإرهابي التفاصيل في التقل التالي مجزرة جديدة راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي ارتكبتها قوات النظام التركي خلال عدوانها المتواصل على الأراضي السورية العدوان الذي تشنه بذريعة محاربتها تنظيم داعش الإرهابي مصادر أهلية وأعلامية ذكرت أن مدفعية النظام التركي قصفت الأحياء السكنية في المدينة ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وأربع نساء وكانت مدفعية النظام التركي وطيرانه الحربي قد قصف مدينة الباب يوم الخميس الماضي ما أدى الاستشهاد 24 شخصا بينهم 11 طفلا وثمانية نساء ذلك بعد نحو شهر من استشهاد 9 مدنيين وإصابة 57 آخرين خلال اعتداء قوات النظام التركي على مدينة الباب وبلدتي بزاعة وتادف وفي قرية غزيل بريف الحسكة القريبة من الحدود التركية على بعد 50 كيلو متر غرب مدينة رأس العين ارتكبت قوات النظام التركي مجزرة راح ضحيتها ثمانية مدنيين سوريين بين شهيد وجريح إثن فتح قوات حرس الحدود التركي النار عشوائيا على مجموعة من المواطنين في الجهة المقابلة قرب الحدود المشتركة نظام أردوغان الإرهابي يعمل بجهد على أحلال مجموعات إرهابية تابعة له مكان إرهابي داعش بريف حلب الشمالي وذلك تحت مزاعم الحرب على التنظيم التكفيري المعروف بشراكته معه في سرقة النفط والغاز السوري متجاهلا القرارات الدولية القاضية بتجفيف منابع الإرهاب وإغلاق الحدود ومنع تدفق المرتزق إلى سوريا وتجريم الإتجار بالنفط والغاز مع التنظيمات الإرهابية أرحب مرة أخرى بضيوفنا الكرام في استديو حدث معنا هنا دكتور حسام الدين إخلاصي رئيس الأمان العام للثابة الوطنية في سوريا الأستاذ تحسين حلبية الباحث في مركز دمشق للأبحاث والدراسات ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخمير العسكري السيد سامير حسن مساء الخير لضيوف الكرام أستاذ تحسين أبدأ الحديث معك بناء على طلبك تقول لي هناك استطلاع إسرائيلي يجري في حول الحرب في سوريا حتى أعود للأستاذ سامير نعم للسؤال الذي توجهت فيه للأستاذ الدكتور الدليل على أن إسرائيل ستمتنى نسبيا عن أن تشن حرب لن تجرؤ عليها أستند إلى استطلاع رأي أجرته مينة سيمح في قناة تسعة وتسعين العبري الخاصة بالكنيسة وجدت فيه أن أكثر من 74% من الإسرائيليين لا يفضلون أن يرسل الجيش الإسرائيلي قوات بشرية إلى داخل سوريا لتتدخل من أجل مهاجمة الجيش السوري أو مهاجمة مؤسسات الحكومة لمصلحة المجموعات المسلحة أكثر من 74% تصور مين يسألونهم إذن ما الذي تفضلونه حتى تتخلص إسرائيل من سوريا قالوا نحن نوافق على وجود جيش أمريكي ينزل إلى الأرض السورية ولا ينزل الجيش الإسرائيلي هذه ناحية ثانية ناحية ثالثة تسأل بالاستطلاع الرأي مينة سيمح بنفس القناة الإسرائيلية حول مدى استعداد الجمهور الإسرائيلي لاستقبال لاجئين سوريين من حدود الجولان داخل فلسطين المحتلة عام 48 84% يقولون لا بدنا حدا لأنهم لا نريد أن نتدخل بالشأن السوري بهذه الطريقة ما السبب؟ أنا بتقديري هو ذكريات حرب تموز 2006 يوم انهالت الصواريخ والقذائف على إسرائيل لمدة 34 يوم ما زال هذا الجمهور الإسرائيلي يريد أن يتجنب تلك الذكرى لأن كل التقديرات تشير أن أي حرب ضد سوريا ستكون حرب على الجبهة الشمالية امتدادة من حدود الجولان إلى جنوب لبنان طيب سيد سامير مساء الخير يا ليس عبد مسيك ماذا تقرأ بتفاصيل التقدم العسكري سواء كان باتجاه الخفصة في ريف حلب الشرقي أم حتى بالضربات التي توجه لجبهة النصرى وداعش في ريف إدلب وريف حما ونتحدث أيضا عن مدينة درع يعني واضح تماما منذ أن بدأت الأمتصارات تتوالى في معركة حلب الكبرى بدأ الجيش السوري بناع جديد من العمليات وهذا يسجل مع ما كان يتفضل به ضيفك نحن كنا نشهد أفول للجيش النظامية ولكن الآن نحن بدأنا يعني نشهد تطور لافت للأسلوب الذي يقوم به الجيش السوري وهو يعني ما يعرف بالأسلوب المركبة هو الذي زاوج به بين المدرسة الكلاسيكية وحرب العصابات هو الآن يعتمد الهجمات المتتالية والانتصارات الجزئية على امتداد الجغرافية السورية إن كان على مستوى منطقة البيرات في شرق حمص أو على مستوى معركة ضحية الأسد التي بدأها يوم أمس بالريف الغربي وأيضا التقدم اللافت الكبير الذي بدأ بالريف الشرقي بإتجاه دار حافر اليوم بدأ الجيش السوري بالرغم من الحرب التي شنت عليها إلى السنوات الست والتي عرفت بالحرب المركبة وهي التي احتاجت تعاون مع أكثر من دولة إقليمية ودولية بالإضافة إلى توافض آلاف المجموعات المسلحة إلى سوريا الآن الجيش السوري يراكم انتصارات على كامل الجغرافية السورية وهو بات له اليد العليا في مسلح العمليات والقدرة على الحسن ما جرى مؤخرا في ويدي بلد هي أيضا تطور كبير على مستوى القتال والتطور للوحدات الجيش السوري وأيضا ما جرى منذ أيام في الجفهة الجنوبية في حي المنشية كل تلك الانتصارات تؤكد قدرة الجيش السوري على استكمال معركته وأيضا استكمالا لما كان يتفضل به ضيفك في حال قررت إسرائيل أي عمل عسكري أنا أعتقد بعد السنوات الست بدأ الجيش السوري قوي معافة من النادر أن يستطيع الجيش أن يكون بإعادة كودرة يعني أو إعادة هيكل الجيش إثناء الحروب إنما قد نجح الجيش السوري بتطوير كل آليات عمله وتشكيلاته ووحداته وهو الآن أنا أعتقد ربما يكون يعني يؤسس مسرح عمليات لتكون المرحلة القادمة أمام وجمحة واسعة خاصة يعني مقام به في دار الزور يؤكد بأن تلك المجموعات لم يعد بمغدورها إنجسارات استراتيجية ربما يكون لها بعد يعني المحاولات التكتيكية أو بعد يعني النجاحات على سبيل العرخل أو المناوشات يعني أو التراصل إنما باتت يعني كل الإمكانيات متاحة للجيش السوري ليستكمل معركته طيب بعيدا عن الميدان رح أسألك دكتور حسام عن العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية ماذا تقرأ فيه عدد الشهداء في الزياد وكل هذه دريعة محاربة تنظيم داعش الذي أتى في المنطقة الشمالية من الحدود التركية أنه الشهداء أكيد بده نظام مجرم بده يهاجم مدنيين يرهب الناس لكن هالخطوة هاي أردوغانا بيوسع مناطق نفوزه بيهجد محارب داعش إذا منذكر تمثيلية جرابلوس لما راح باتجاهها داعش غادرت جرابلوس وطلعت باتجاه الأراضي التركية لم تغادر حلق الفقون وإلى آخر بالضبط الدواعش اللي موجودين أنه الأنواع القادة بيتاخدون طيارات أمريكية أو هو بيحتضنون وبيرجعون بينما الدواعش المواد السلع يعني وقود المعارك ممكن يؤتمروا ويتحولوا لجيش حر لاحقا بيحلقوا بيكونوا مع الجيش الحر وبغيروا الهندام وبنضاف العديد هذا على عديد هذا وفيه دواعش من يعني اللي الأزمة بيراشهم الراكبة صح هدولة ممكن يضحوا فيهم ويقتلوهم لكن الخطر هو في توسيع مناطق النفوذ نعم إثبات نظرية أن هناك الدولة السورية فاشلة في محارب داعش وبالتالي أنا سأتقدم لمحارب داعش وفيه دائما طبطة بأمريكية مباركة أمريكية الحجة يعني بيستعملها بفصل الكيانين كرديين عن بعضهم البعض كمان هي حجة يعني استهلكت وهو عم بيقنع البرلمان عنده وعم بحاول هلأ ينتزع صلاحيات وبيقنع شعبه وجيشه بأنه في عندي هنا كيان كردي فيما لو اتصل بشكل خطر على جسم الدولة الوطنية الكردية وهذا أمر واقعيا غير موجود عم بيحاول يتلاقى أو يتخالف ظاهريا مع الأكراد الانفصاليين لكن عمليا هو بنفس الراعي يعني الأسايش وأردوغان في مركب واحد لإقتطاع عجزاء من سوريا الأسايش مش هنن كيان وطني كردي مثل ما بيدعو لأنه أول هجوم عملوه على الجيش السوري في الجزيرة كان هو الحج اللي خلت أردوغان يدخل بقواته ويقول أنا بدي أفصل بين قوتين كرديتين بدي يروح لمنطقة يقول أنه الدولة السورية غير قادرة على محارب داعش والآن السباق بالتجاه الرقة طبعا الرقة تنتظر تنتظر أمر عمليات دولي يعني الرقة إذا بنرجع لقبل جينيف آخر جينيف حصل كنا رايحين باتجاه الرقة فورا طلبت مفاوضات السلام مباشرة مباشرة طلبوا مفاوضات السلام ومباحثات وتوقف التقدم اليوم إعادة يعني السباق بالنسبة لهم نعم أن من يقتل داعش يحق له أن يملك الأرض يعني الأرض الموجودة فيها داعش حجة داعش خلينا نسميها إذا حررت فهي لك وكأنه يعني عم بيقططعوا قطعة من الآلب من الحلوى كل واحد تطال السكين طيب بالمقابل له في وعي روسي لهذا الموضوع واسع جدا في وعي إيراني واسع جدا وفي إصرار من الجيش العربي السوري أنه نتقدم ونتقدم بشكل واسع وأنا بشكر لأستاذ سامير على الفكرة اللي حكاها لأنه كان جيشنا عم بيتجي باتجاه ضربات كبيرة اليوم غير التكتيك انعاد بناء القوات وعم بيصير ضربات بكل الأماكن وهذا بيعطي انطباع عند العدو والخصم بأنه العافية موجودة في الجيش وقدر يحقق إنجازات جزئية نعم بتجي مهمة دول المحور نثبت أركان الدولة مع بعض في الأماكن اللي بيحررها الجيش وهذا مهم وموضوع أردوغان متروك للزمان للصدام المباشر فيما لم تستطع السياسة الدولية أن تخرج أردوغان من الأراضي السورية طيب تقوم معنا ضيفنا الكرام وشكرا بالمبدأ السياسي بالشأن السياسي جدد وزير الخارجي روسي سيرجي لابروف انتقاداته لمبدأ الانتقائية الذي يعتمده السيد ديمستورا في تشكيل وفد المعارضة السورية إلى جينيف نتابع كما في المرات السابقة عادت قضية تمثيل المعارضة السورية في مؤتمر جينيف إلى الواجهة وتجاهل المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا الدعوات الروسية المتكررة له بضرورة تأمين وجود كافة جماعات المعارضة على أساس المساواة في جولة جينيف للمحادثات السورية المقررة في الثالث والعشرين من شباط الجاري الدبلوماسية الروسية المفجوعة برحيل أحد عمدتها فيتالي تشوركين الذي رفع الفيتو ست مرات في مجلس الأمن من أجل سوريا خلال السنوات الأربع الأخيرة دعت إلى ضرورة التقييد بقرارات مجلس الأمن الدولي لدى توجيه الدعوات لجولة جينيف الرابعة وأكد جنادي كاتيلوف نائب وزير الخارجية أن عدم دعوة ديمستورا السوريين الأكراد يعد مخالفة للقرار 2254 الذي يحكم الحل السياسي المنشود في جينيف ويدعو إلى أوسع مشاركة على قدم المساواة وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف التقى نظيرته السويدية وأبدى انزعجه أيضا من عدم دعوة قائمة موسكو والسوريين الأكراد إلى محادثات جينيف ونبه ديمستورا إلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ نهج انتقائي فيما يتعلق بتشكيل وفد المعارضة إصرار موسكو على تمثيل متساو للمعارضات في محادثات جينيف السورية يقابله حالة من الهستيريا تعصف بإتلاف اسطنبول ومعارضة الرياض وذلك بعد انتصار حلب واجد معي أستنى الأول والثاني وضم الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية إلى محادثات جينيف الرابعة وترسيخ هذا الاتفاق وهذه تشكل صفعات متتالية للمعارضات المرتهنة وتعد نجاحا للحكومة السورية التي تركز اهتمامها على إتمام المصالحات الوطنية ومحاربة الإرهاب التكفيري دكتور تحسين منصة موسكو لن تشارك ومنصة القاهرة لن تشارك وفوت سوف تأتي وفوت سوف تذهب ديمستورا لن أخذ سوى وفوت السعودية هنا تكمن المشكلة الكبيرة التي تسمى المجتمع الدولي نعم هاي كلمة عامة المجتمع الدولي هو في الحقيقة الضغط الأمريكي النفوذ الأمريكي على الأمم المتحدة فحينما يولد بالأمم المتحدة مبعوث يكون أو تكون معظم تعليمات من الولايات المتحدة الأمريكية ولا يستطيع حتى أمين عام الأمم المتحدة أن يقول له لقد وضعنا لك خطة تحرك وفق الحيادي التالية نعم هاي على الورق لكن في الممارسة ديمستورا أصلا ديمستورا نفسه قد تكون لديه رغبة بأنه ألا يستمر نعم يعني ألا تستمر الحكومة والقيادة الحالية بحكم سوريا الرغبة تكون مبطنة موجودة نعم فحين يبدأ بالتوسط والعمل ونقل الآراء واستطلاع الآراء يميل إلى ما يخدم المصلحة الأمريكية وبالتالي هنا تكمن مأساتنا الآن روسيا تريد من الولايات المتحدة دوما روسيا تدرك أن المجتمع الدولي ليس أمريكا ليس لا يجب أن يكون أمريكا وحدها بل يجب أن تكون روسيا أيضا وبقي الدول أوروبية ذات مصالح في هذا المجتمع الدولي أمريكا تحاول أحيانا أن تقبل وتحاول أحيانا أن لا تقبل بما يقول الروس أو يقول الأوروبيون أنا بتقديري الحل لن يستطيع ديمستورة ديمستورة أكثر مبعوث دولي طول أكثر منكو في عنها لسه لسه عنده أسبوعين لسه عنده أسبوعين جميل هلأ يمكن بهالأسبوعين بده يحط كل وراقه نعم كل ما لديه من نوايا ومن مصلحة أمريكا أنا بتقديري لن ينجح هذا لأن سوريا على الأرض سواء وجدت تركيا أو وجدت غيرها أو وجدت من يكون قوية سوريا أكثر من عام 2013 يوم هددتها أمريكا بالغزو الأمريكي المباشر وقالت سأتحدى هذا الغزو وسأصمد أستاذ سمير الخلافات موجودة بالتحضيرات لمؤتمر جينيف لكن الواضح على الأرض التصعيد الأرهابي الذي يقوم فيه العصابات الأرهابية تقوم فيه العصابات الأرهابية المسلحة في أكثر من نقطة اليوم في ريف حما أعلنت مجموعة من المجموعات الأرهابية بعضها ذهب إلى الأستنى بدأ حملة جريدة ضد مواقع الجيش العربي السوري ماذا تقرأ بهذه النقطة هل نحن ذاهبون إلى تصعيب ميداني قبل جينيف حتى أن يبدأ بدون شك نحن أمام جولة في الميدان جديدة يعني الحديث الآن عن المنصات والمعارضات لم يعط له من أي قيمة في الشمال الآن توجد إعادة هيكل أو إعادة تموطع للمجموعات تحت اسم هيئة تحرير الشام في الجنوب لوقع خالد ابن الوليد بدأ يسيطر على كل المجموعات الصغيرة وهو يوالداش أما في الشرق يوجد داش أما كل تلك المجميع الصغيرة التي صنعت منذ بداية الأزمة لم يعد لديها يعني من تواجد حقيقي في الميدان أنا أعتقد يعني في الأسابيع القادمة سيكون هناك عودة جديدة إلى الميدان تلك المجموعات وهي غالبيتها يعني نسخة لتنظيم القاعدة ما كان يعني منضم تحت اسم جيش الفتح الآن بدأ بتشكيل هيئة تحرير الشام بخيادة جبهة النصرة كل تلك المجموعات والتي لها وجود فهمي في الميدان لا علاقة لها بكل المعارضات المصنعة ومنذ بداية يعني الأزمة فشلت كل المحاولات لتشكيل وفد واحد عند المعارضات لذلك الحديث الآن عن جناف أو ما بعد يعني الأستانة لم يعود له من أي خيمة نحن أمام مسرع عمليات جديد وسنكون أمام مشهدية في القتال هذه المجموعات بدأت الآن تتجمع وتعيد يعني تشكيل قواتها لذلك يعني أي حديث عن معارضات منصات أنا أعتقد لم يعد يطابق الواقع أطلاقا هناك يعني إعادة فرز هذه المجموعات في ريف حمى الشمالي الغربي وفي أيضا مناطق كل امتداد أي شيء بالشمالي خاصة في أرياف حلب لذلك أنا لا أعتقد الحديث عن أي محاولة الآن في جناف لا قيمة لها ربما بعدما سينتج من الميدان ربما يعني يعاون الحديث عن أي محاولة أخرى أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ سمير حسن الخبير العسكري دكتور حسام تحضيرات مستمرة لكن ود السعودية هو الأبرز في ملفات السيد ديمستورا طبعا بداية تعازل حارة وفاة مندوب روسيا الدائم السيد فيتالي تشوركين حقيقة خسرنا رجل قام مقاوم رجل مقاوم و 16 عام بالإمام المتحدة وأعتقد أنه البديل سيكون على طريق نفسه يعني هذه سياسة روسيا الدائمة فيما يتعلق بموضوع المفاوضات التي تجري الآن لتشكيل وفود اليوم سمعت أن منصة القاهرة عن طريق الناطق اللي بي اسمها أنه سيشاركوا كي لا يقولوا أنه وجهت الدعوة لهم رسميا وأنهم سيشاركوا أخر خبر من القاهرة نسحبوا معدى شخصيتين هذا بعد أجل معدى شخصيتين سوف يشاركون بصفة شخصية بصفة شخصية الأستاني كانت استعجال للأمم المتحدة كي تحفظ ماء وجهها وهي محاولات روسية جادة أستاني واحد كان محاولة روسية جادة حقيقة من أجل إعادة إحياء موضوع جينيف والبحث في الحل السياسي وكان الجيش السوري آخذ حلب عنا انتصار حلب بين إيدينا بأستاني اتنين دعم العسكري اللي تقدم باتجاه من الأتراك باتجاه القوات الإرهابية وتقدم نحو الباب والخطط باتجاه الرقة وحصلت الإعاقة في أستاني اتنين يعني لاه ناجح كما قيم يعني لاه ناجح أستاني اتنين وله فاشل خرج بنظرية تثبيت وقف الأعمال القتالية وتشكيل اللجنة السلاسية وخطوة إذن الأجينيف اللي حاصل الآن هو مستعجل بمعنى نتيجة الجهود اللي بازلتها روسيا وإيران والرغبة السورية في الدخول في التفاوض السياسي عجل بقدوم موعد جينيف لكن لا رغبة على الإطلاق لا الأمم المتحدة ومن يمثلها ديمستورا ولا لدى السعودية الكيان السعودي ولا الولايات المتحدة رغبة في أن يكون هناك مفاوضات جدية والدليل وهذه اللعبة أصلا المعارضة اللي في الخارج خلينا نقول نعم اللي في الخارج لو بتحترم نفسها أنا ما أحكي عن الإرهابيين هنديهم صنفين في بعض الشخصيات المعارضة لو بيحترموا نفسهم ما بيقبلوا واحد من موسكو واحد من القاهرة واحد من تونس واحد ما بعرف هاي كلية ألعاب سياسية لاستعمالها لإفشال المعارضة ما بدك لها المنصات معارض بتروح بتلتقي ما حدا مانعك بس لما بتكون راهل نفسك لدولة وعم تشتغل عندها أكيد ما رح يسمحوا لك تروح قاهرة موسكو موسكو الرياض كل أمور اشتغلوا عند الدول تفضلوا على سوريا عرضوا اشتغلوا هون وهي العدوى للأسف بدي أولها بين أوسين كمان يوني موضع بسوريا منصة حلب منصة دمشق ومنصة هاي بكرة بيتدفئ هذا غلط البلد في حرب فيها محتل وفيها إرهابي ولسه عم نفكر نعمل هالمنصات وهالقصص هاي شكله وافد معارضة واحد لحين الطلب تنضج الفكرة في الأمم المتحدة وافد معارضة وطنية في الداخل يكون مهمته الأولى الدفاع عن سوريا مش البحث بالشكل حكومي أو دستور هذا ما هو من حق هلأ يبحثوه لازم نحكيه هذا الكلام لما بيكون البلد فيها محتل وفيها إرهابي عم بيحاوطها ما بتناقشني بالدستور بتناقشني كيف بدي طلع المحتل والإرهابي من أرضي لازم يكون عنا خجل وطني نحن لازم يكون عنا استحياء من دماء شهدائنا والقوى اللي عم بتقاتل معنا على الأقل مش وقته بيحقل له للروسي يعمل متل ما صرح متل ما قال أنه أنا عم بطرح مشروع دستور لأكسر الجمود وهو بيعرف سلفا أنه علوش وجماعته وأردغان ومن يرسلهم ما هنم بيوارد دستور هنم بيوارد تقسيم سورية أصلا بدي أسم بلد بحط له دستور يجمعه معقولة الكلام ما بتزبط نعم وإذا بدي يصير كلف على الموضوع أنا والله يعني بقول أنه وفد الحكومة السورية لا وحده كافي يردع كل هالمجمية ويعطي الخلاصة ويحمي الحالة ويرجع حرام يروح وحدة تانيها حرام يروح لأنه كما يفتتح يغلق صار عنا إدمان على موضوع جينيف نحن بهاي القصة رح تجي حلول سياسية من الداخل وحلول واعية وواعدة وعن بتنضج وعن بتصير ورح يكون في شراكة حقيقية بين القوى الوطنية في سوريا نعم أما أنك تعتمد على ديمستورا طيب ليش الجمهور العربي السوري وليع بيشاهدنا هلأ في الكرة الأرضية إذا ليش ديمستورا بيشتغل عند الأمم المتحدة ديمستورا بياخد راتبون بلايات المتحدة الأمريكية بس ما بياخده لأنه إذا بيشتغل بنمط الأمم المتحدة كما خطط لها أمريكا بتسحب كل الدعم المالي والسعودية بتسحب كل الدعم المالي وبالتالي ديمستورا واللي بيشبه ديمستورا نعم بيشتغلوا عند الكيان السعودي الصهيوني وعند الولايات المتحدة الأمريكية وخلصت طيب بدقيقة واحدة يفشلون مؤتمر جينيف قبل بداية عقدة هؤلاء أنا بتقديري لن يستطيعوا ذلك لن ينجحوا لأنه سيظل جينيف إطار إطار بغض النظر عن التفاصيل الأمم المتحدة الولايات المتحدة وفقت عليه وبالتالي هذا الإطار يبقى مجمدا متى شاء المسألة ليس بجينيف المسألة بأولئك المعارضين نعم وأهم من ذلك من يحكم على الأرض هو الذي يحدد حالي أشكركم من أستاذ تحسين الحنبي الباحث في مركز المشق للأبحاث والدراسات دكتور حسام الدين الخلاصي شكرا لك رئيس الأمان العام للثوات الوطنية في سوريا فاصل ونعود الآن جولة حول أبرز طورات في العالم روسيا تنقل أخرى للدفاع صاروخي من طراز S-400 ترينف في منطقة موسكو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعين جنرال هيربيرت ميكماستر مستشارا جديدا للأمن القومي بدلا عن مايكل فلن العديد من المدن الأمريكية وبمناسبة ما يسمى يوم الرؤساء تشهد تظاهرات مناهضة للرئيس ترامب يونسيف تعلن أن نحو 1.4 مليون طفل قد يموتون جوعا هذه السنة في نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن مصرع خمسة أشخاص جراء استضام طائرة صغيرة بمركز للتسوق في أستراليا المنطقة العسكرية الشرقية الروسية تنفذ تدريبات على مكافحة الإرهاب يشارك فيها أكثر من 6 ألاف عسكري ونحو ألف وحدة من المعدات العسكرية ذكرت الحدث لهذا اليوم الحادي والعشرين من شباط في مثل هذا اليوم من عام 2946 اللجنة العامة للعمال والطلب المصريين تدعو إلى إضراب عام ضد سلطات الاحتلال البريطانية في عام 1965 اغتياله رئيس الاتحاد الأفريقي مالكوم إكس أثناء وجوده في قاعة المؤتمرات في مدينة نيويورك في عام 1965 في ديلكاسترو يؤمم جميع الأعمال في كوبا وفي مثل هذا اليوم من عام 1972 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يزور جمهورية أصين الشعبية وفي عام 1973 طائرات تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على طائرات ركاب الليبية فوق سيناء وتسقطها وأدى الحادث الإرهابي إلى سشهاد 108 من الركاب قبض الختام تذكير بالعنوين بمشاركة سورية ومثلين عن 80 دولة على مستوى رؤساء البرلمانات ونوابهم انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاض الفلسطينية في طهران الخامنة خلال افتاح المؤتمر يقول أن القوى التي أوجدت الكيان الصهيوني تقف وراء الفتن التي استنزفت طاقات شعوب المنطقة عباس تؤكد أن أحد أهم أسباب استهداف سوريا والحرب الكونية التي تشن عليها هو موقفها الثابت للدفاع عن الشعب الفلسطيني عمليات مكثفة لوحدات الجيش ضد بؤر الإرهابين وأوكارهم في دير الزور وحماء وإدلب وحمص ودرع استجبوا والحدث انتهى لهذا اليوم تحيير فريق العمل أعود وألقاكم عند التاسعة حياكم الله اشتركوا في القناة